نهاردة عندنا حوار مهم جدا يأتي هذا الحوار من أهمية المكان المكان هيئة قضايا الدولة ايه هيئة قضايا الدولة؟ دي الهيئة اللي بتدافع عننا جوة وبرة عندنا قضايا تحكيم وحضر لكم عارفين قضايا تحكيم على مدار السنوات اللي فاتت واجع دماغه والإعلام بيتكلموا مين راح فين وعمل الهيئة المسؤولة عنده هيئة قضايا الدولة نهاردة هنتكلم فيه عن هذه الهيئة عن تفاصيل هذه الهيئة عن دور هذه الهيئة اللي قامت بيها على مدار السنوات اللي بتقوم بيه اللي كمال الهيئة لها مشاركات جوة مصر يعني فيه مثلا قبل من روح لسات المشار مسعد عن مقصود الفقراني اللي مشرفنا النهاردة رئيس هيئة قضايا الدولة حد مثلا خد أرض بيحصل كتير جدا ملايين الأفدنا متاخدة من الدولة فكر حضرتك لما يقول لك الأوقاف فلوس بتاعت الأوقاف رحت فين وهيئة الأوقاف عند أيها هيئة قضايا الدولة هيئة اللي بتعمل ده هيئة اللي بتتابع هذه القضايا عزي الله حاجة بترجع للدولة مليارات وجنيهات ولكن طبعا هذا الدور وانا آسف ان انا بقول كده مخفي عن الإعلام مش واضح قوي رغم أهمية هذه الهيئة القضائية هي واحدة بالمناسبة تقريبا تقريبا سيد المشاري مصعد دلوقتي يقول لنا أقدم هيئة قضايا في مصر موجودة هذه الهيئة كانت أيام الاحتلال الإنجليزي من كلمة أكتر 140 سنة ترجمة نانسي قنقر